إذن قررت عمدة مدينة واشنطن موريل باوزر الرضوخ للضغوط الجمهوريين في الكونغرس وإطلاق قياد الشرطة ليفضل اعتصام طلاب جامعة جورج واشنطن بالقوة الشرطة لجأت إلى استخدام رذاذ الفلفل والقوة لإنهاء مخيم الاعتصام واعتقال 33 من الطلاب والطالبات المعتصمين وبحلول النهار كانت الشرطة قد طوقت المكان ومنعت حتى الصحفيين من الاقتراب كسروا المخيم وطردوا الطلاب ومن خلال هالاقتحام صار فيه عنف وبلطجة يعني عنف بلطجة يعني نادر ما ينشاف في هالبلد وهو تذكرنا أنه الديمقراطية وحرية التعبير وهدول الأشياء اللي بأمريكا تبين عليها أوهام بآخر الوقت وبعد نحو 14 هم من ارتدائه العالمة والكفية الفلسطينية تم تغطية تمثال جورج واشنطن بهذا الغطاء الرمادي اللون لكن الطلاب المعتصمين الذين تم الإفراج عنهم بعد نحو 7 ساعات من الاعتقال أكدوا استمرارهم بالعمل من أجل فلسطين لن نسمح لهذا النظام أن يدوس على رقابنا نحن هنا ونحن أقوياء يمكنهم أن يمارسوا الغنف ضدنا وأن يرشونا بالفلفل ولكن حركتنا أقوى الآن مما كانت عليه ولا يتغير مؤشر بوصلتنا عن فلسطين وهذا ما يدفع حراكنا قدبانا وقد عبر المتضامنون مع الطلاب عن أسافهم لما جرى وأشاروا إلى أن ما وصفوه بالخضوع الأمريكي لإسرائيل كان وراءه في النهاية كلياتها إسرائيل يعني أعتقد لو روسيا أو الصين كان هذا الاعتصام ضدها ما كانت تفضل ولكن إحنا وصلنا إلى مرحلة أنه بلشنا نتحدى الفئة الحاكمة في أمريكا والتي هي الصهيونية ورغم فضل اعتصام جماعة جورج واشنطن بالقوة إلى أن التاريخ سيشهد على أن هذا المكان كان مقرا لحركة طلابية قرنت الاعتصام من أجل فلسطين طلاب جماعتي جورج واشنطن والمتضامنون معهم صمدوا لمدة 14 يوما في هذه الساحة التي أطلقوا عليها اسم ساحة الشهداء وذلك في مسعى منهم لمحاولة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والسعي لوقف الاستثمارات التي تقيمها جامعتهم مع الإسرائيليين والآن وبعد فضل اعتصام بالقوة سيكون على هؤلاء الطلاب محاولة إعادة تنظيم صفوفهم مجددا واستكمال مسيرتهم التعليمية والنضالية من أجل فلسطين سهيل الشعر قناة الغد واشنطن